ايه هو زواج الانتاج؟ ان واحد يتجوز قصد ان هو يوصل لمنتج واغلب المنتج اللي بيبقى عايزين يوصلوله ده هو الاولاد الاطفال فممكن بعض الناس يقول ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده تناكحه وتكاثره اقول له المقصود من جعل الزواج هنا مسألة النكاح والتكاثر عشان نحس بان الزواج ممتد الى الابد مش المقصود ان احنا نحول الجواز الى عنصر من عناصر الانتاج ويبقى الناس لو ما خلفتش او الناس لو ان كبار السن ما يتجوزوش لا اكيد مش هو ده النبي بيعلمنا امر ان الجواز لازم نجعله بسبب من اسباب العمران بس مش مجرد وسيلة للانتاج لان مش المقصود الكسرة العددية وانما ان الانسان يحصل في حالة من حالات النفع بالمعنى القيم لان الكسرة غير النفع مزمومة على فكرة في الحديث يعني احنا دايما بنتكلم وانحنا بنتكلم عن الزيادة السكنية ان الكسرة المزمومة دي اه هي دي الخساء كخساء السيل عشان كده لما الست والراجل بيقرروا انهم نفسهم يكون عندهم اولاد لكن نش حابين فكرة الجواز اه احنا كده داخلين عن المشكلة يبقى هم عندهم اولاد بس مش حابين فكرة الجواز عارف انت بيقولوا كلام كده غريب الشكل يقولك واحدة اللي هي من بقية عائلتي ولا بيني وبينها الناس اجابها واسرف عليها ليه وتقول واحد لا انا عرفه ولا نفضل عايشين بوزنا بوز بعض ليه فيكرهوا فيكونوا مش عايزين فكرة الجواز او مش عايزين الحياة مشتركة فيقرروا ايه يلجأوا للجواز من اجل الانجاب من اجل الانتاج دون ان هم يكونوا عايزين يعيشوا الجواز بمعنى الحقيقي الصحيح وهو الحياة المنتدة فينجبوا وبعد كده ينفصلوا وعلى فكرة دي من الاسباب الخفية في زيادة نسب الطلاق في الاجيال الماضية كان بعض الناس عندهم برضو فكر مصصحيح بنسبة كبيرة جدا جدا وهو ان الزواج هدفه تكوين الاسرة بمعنى خلفة العيال ودهوت على فكرة خلفة العيال ده مش ده المقصد في تكوين الاسرة مقصد في تكوين الاسرة ان احنا نكون حياة فكان الزوجين مثلا يخلفوا يعيشوا يربوا الاولاد بس ايه احنا وظيفتنا ان رب الاولاد بس طب وانتوا لا الجواز مش مقصوده كده فيعيشوا بعلاقة غير متطورة كل اللي اوما بيعملوه بس ولا يصلحوا عيوبهم ولا يرجعوا لاصل الجواز وقيم الزواج لا اوما بس يعيشوا الاولاد بس لذلك كان منسبات الزيجات وقتها هي التضحية كل واحد يعيش عشان يضحي تضحية الام بسعادتها في سبيل ان اولادها يعيشوا بداخل الاسرة وتضحية الاب بكل ما يملك عشان الاولاد يعيشوا حياة كويسة اه بس على فكرة الجواز مش جاية للتضحية الجواز عشان الناس تعيش حياة تنتقلوا فيها من التوافق الى الرضا الى السعادة فسألت ان ام تضحي بسعادتها في سبيل ان اولادها يعيشوا بداخل اسرة وتضحية الاب بسعادته لنفس السبب لكن مش ده هو المعنى الصحيح للجواز فالمفروض ان الزوجين يسعوا لاصلاح ذات البن على طول الوقت ويترقوا وينضجوا في الجواز عشان يعيشوا السعادة اللي ربنا سبحانه تعالى خلقها واللي ربنا اشار اليها في الاية هم مش جايين يتجوزوا عشان يضحوا هم جايين يتجوزوا عشان ينتقلوا الى حالة واسعة من الحياة فيها ابواب كتيرة من السعادة حتى الرسول اللي يقضي يقدم لنا ابواب من السعادة واللقمة ترفعها الى في زوجتك يا صدق خيروا درها من درها من تنفقه على اهل خيروا خيروا ما داعة دنيا الزوجة الصالحة كل دي ابواب من ابواب السعادة وبعد ما الاولاد هم كانوا بقى بعد ما الاولاد يكبروا وتجوزوا ينفصلوا ده هد بقى الظاهرة الجديدة بقى اللي زادة ايه طلق الكبار عشان يكملوا حياتهم بقى بعيد بقى عن الهم والغم ويعيشوا حياتهم منفصلين وصلنا بقى الى الجيل ده اللي هو يتخلى عن فكرة الجواز لفكرة الانتاج فاحنا ناخد هدفنا من الجواز وبعدين ننفصل عشان مش عايزين نكرر اخطاء اهلنا او هم بيقولوا كده على الفكرة مش عايزين نكرر اخطاء اهلنا نقعد في جوازة مليانة عبء ومليانة تعب مش عايزين نكرر ده فلما يوصل الطفل لدرجة معانة يتطلق ويرجع كل واحد يعيش حياته مع ابنه زي ما كان مخطط وده اللي احنا شفناه في السنجل مام اللي هو وداد السنجل كمان اللي هي الابناء الرجال العزاب والستاء والأباء العزاب والأمهات العزاب طيب ما دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا جدا السنجل ماذر دي مشكلة وانا كمان بقول ان بقى دلوقتي السنجل فاذر ان هما كل واحد فيهم وللأسف بعض الأفكار اللي احنا بنشوفها وبعض المواد الاعلامية بتقدم شكل من أشكال الدعم لهذه الفكرة وخاصة من بقى مع طغيان السوشال ميديا فزواج الانتاج ده بيقدي لظاهرة خطيرة جدا انا بسميها تسليع الانسان تسليع الرجل وتسليع المرأة واقعام نزل أخر herb الدعم دعم الأعمال